سلام عليكم ومرحبا بكم من السجد ياسكا في هاد الفيديو راح نحكيه فيه على بحلول يفرض سيطراته على شبيبة القبائل ووهود بواليا والاشتماع والتفاصيل الكامل هادوك نحكيها في ارتيكل المهم شبيبة القبائل اي في التريق صحيح انشاء الله ايضا ها خليكم فيديو في الاخير لبرافو لهذه الفئة لاقل من خمس عشر سنة للاعب شبيبة القبائل التي تأهلوا الى النهائي للمرة التانية على التوالي وهم في التريق الصحيح انشاء الله يفوزوا باللقم دوك نخليكم الفرحة تحام وايضا برافو للاعب الكوط النسوي الذي فاز اليوم الاتحاد العاصمة خمسة مقابل هدف واحد الشبيبة في التريق الصحيح برافو 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 والافرح دائما انشاء الله لايك الفيديو او بوري في القناة وتركونا تعليق بهلول يفرض سيطرته على شبيبة القبائل ووهود بواليا رحنا نحكيه لكم في هات التفاصيل عاد الهدوء بقوة الى اروقة نادي شبيبة القبائل في اعقاب فوز الكناري على مولودية وهران ثلاثة مقابل هدف واحد في الجولة 23 من عمر الدور الجزائري موبيليس للموسم 2023-2024 ورصدت ادارة شبيبة القبائل برئاسة عشر شلول منح مالية للاعبية الفريق في حال فوز الكناري خلال مباراة الثلاثة المقبلة مع النادي الرياضي القسنطيني ومولودية البيض ونجمة بن عكنول هذا ويأتي اغراءات عشر شلول رئيش شبيبة قبائل املا في مواصلة صحوة النتائج مع المدرب بهلول وتوقف الانتقادات التي لاحقت رئيس شبيبة القبائل عشر شلول في الفترة الاخيرة هذا ارتيكل فقط قد ناضلكم فيه المهم ليس كلامي المهم قال لك في الفترة الاخيرة في الوقت نفسه استقرر بهلول مدرب شبيبة القبائل مع اطاره الفني المعاون على تثبيت التشكيلة الاساسية واجراء تدوير بمعدل لا يزيد على اللاعبين في المباراة المقبلة حال منح الفرصة للبودلة واكتشاف ربما مجهودات اخرى من لاعبين اخرين قد يمدوا الاضافة ان شاء الله اشتماع مع لاعبي شبيبة القبائل عقد بهلول مدرب شبيبة القبائل اشتماعا مع لاعبه اشهد خلاله بمسواهم في مواجهة مولودية وهران ومنح ناصيب الاسد من الاشادة لعدد من لاعبه مثل كوسيلة بواليا ومعطلة وفالس نشاط واردوان بركان وطراوري وشدد على ضرورة مواصلة الانتصارات في جولة المقبلة للتقدم في سباق جدول الترتيب بواليا يطلب جماهير شبيبة القبائل طالب كوسيلة وعاليا لاعب وسط شبيبة القبائل وقائد الكناري جماهيره بدعم الفريق في مباريات المقبلة من اجل مواصلة الانتصارات والتقدم في سباق الجدول رغم ابتها شبيبة القبائل عن سيراء المنافسة على مقعد بين ثلاثة الاوائل ووعدة بواليا كوسيلة جماهير شبيبة القبائل بتقديم افضل مستوى في جولة المقبلة من اجل مواصلة صحوة النتائج لربما نعكد هذا بواليا رهو في صحوة وايضا في فرما جيدة نتمنى له المواصلة ولمانا مساعدة شبيبة القبائل حتى تستعيد بريق الانتصارات والفوز ولما لا فوز ثلاث مباراية متتالية رح يكون كلام اخر انشاء الله يا رب العالمين برافو الفئات اقل من 15 سنة لتأهلوا صابحت اليوم برافو برافو راح خليكم فرحة هذه اللاعبين لنهم الف لايك يستهلوا لعبين هذا الاشادة وايضا الدعم برافو لكم الف شكر شرفتم شبيبة القبائل لايك الفيديو وابوني في القناة وتركونا تعليق وشاهدوا الفيديو حتى الاخير موسيقى 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 موسيقى